اهلا بكم مشاهدينا من جديد تتواصل فعاليات معرض الجواهر العربية 2016 مع استقطابه الاف زوار بشكل يومي من داخل وخارج المملكة وقد اكد مشاركون على استمرار البحرين في اقامة هذا المعرض دليل على ريادة المملكة في استضافة اكبر المعارض المتخصصة على مستوى المنطقة وادراكها لمدى اهمية صناعة المعارض كرافد اساسي للاقتصاد الوطني وانعاش الحركة السياحية والتجارية كما يعكس المعارض صلابة البنية الاقتصادية للمملكة وتمتعها بالمقاومات التنظيمية التي تجعلها في مقدمة الدول الاكثر مرونة وتنافسية في ضل المتغيرات المتسارعة عالميا وقد استطاع المعرض ان يجدب زوارا من خارج المملكة حيث يشكل مواطنية السعودية ودول مجلس التعاون الحصة الاكبر من معدل الاقبال وللحديث اكثر عن هذا الموضوع مشاهديننا معانا عبر الهاتف الاستاذ فوزي شهابي الرئيس التنفيذي للمبيعات بشركة ادارة المعارض العربية مرحبا بك بداية استاذ فوزي ما اللي يميز معرض الجواهر العربية هذه السنة عن المعارض الاسبكتا مساء الخير طبعا اللي يميز المعرض هذا العام عن المعارض السابقة هو احتفالنا بمرور 25 سنة من تأسيس المعرض المعرض بدأ في عام 1992 واليوم 2016 اصادف 25 سنة من عمر المعرض المعرض طبعا هذه بدأ صغير وبدأ بشيء بسيط الى ان وصل اليوم الى العالمية والناس اليوم الشركات والمصنعين المجوهرات يحرصون دائما على المشاركة في هذا المعرض وكل هذا يعني السمعة هذه اللي تحمل اللي اعشالها المعرض وصار لها السمعة العالمية هو بفضل رعاية صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة عطل الله عمره في لهذا المعرض اذكر تأكيد فهو هذا اللي عطى القوة للمعرض بعدين التسويق المعرض وزيارة المعرض العالمية وإلى كل معارض نروح تقريبا نزورها في العالم وندعيهم للمشاركة اليوم صار المعرض مهم احنا هناك تواجهنا مشكلة المشكلة هي صغر مساحة القاعات المتوفرة في عندنا قاعة الاولى والقاعة الثانية معها بالاضافة الى قاعات صغيرة ونعمل خيام قاعات مؤقتة ومكلفة هذه في الحقيقة نعم بكرة لما يصير إن شاء الله المركز المعرض الجديد وبحجم الكبير إن شاء الله يكون فيه ينلبي كل المشاركين اللي على قائمة الانتظار يحصل لهم الفرصة للمشاركة في هذا المعرض نعم بكل تأكيد هذه الزيادة التي كلمت عنها ما هي الا دليل لنجاح هذا المعرض بكل تأكيد كل سنة فإلى أي مدى يساهم المعرض في إنعاش حركة السياحة والتجارة في السوق المحلية ولا هو بيس يكون حق المجوهرات صناعة المعارض اليوم هي الأششاء من الأساسيات صناعة للاقتصاد يعني ما يصرف فيه إحصائي يقولك ما يصرف في المعارض دولار يصرف 10 دولار خارج المعرض هناك الفنادق المطاعم التكسي توظيف الموظفين المؤقتين يعني في الفترة المقاولة للشركات التي تعمل الديكور الأجنحة البضايع التي تشترى من السوق المواد الخام فهناك كثير من الأشياء التي تخلي تنعش حركة الاقتصاد في مملكة البحرين الدول اليوم أكثر الدول دبي وهذه محتمدين على صناعة المعارض صناعة المعارض من أهم الصناعات الموجودة اليوم في الاقتصاد نعم أكيد طبعا أستاذ فوزي مثل ما نعرف أن عدد الزوار يفوق 50 ألف في كل سنة وتكون الجنسيات مختلفة من دول مجلس التعاون وأكثرها طبعا من المملكة العربية السعودية لكن ما هي توقعاتكم لعدد الزوار وجنسياتهم هذه السنة؟ والله أحيانا توقعاتنا دائما نحن متفائلين وإن شاء الله وهذا دليل على عدد أمس الافتتاع واليوم وأنا قاعد أكلمش والمركز المعارض مزحوم من مواقف السيارات داخل المركز وخارج المركز وداخل القاعات من الجمهور اللي يحرصون على زيارة المعارض في عندنا جماعة من دول مجلس التعاون الشقيقة عندنا من الملكة العربية السعودية قطر الكويت كل الدول مجلس التعاون موجودين اليوم في هذا سواء كان مشاركين أو زوار نعم نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ فوزي الشهابي رئيس التنفيذي للمبيعات بشركة إدارة المعارض العربية شكرا جزيلا لك في خبر آخر مشاهدين أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المضلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع كليات آيفي لإدارة الأعمال لبرنامج التنفيذي الثاني للمهارات القيادية والاستراتيجيات المبتكرة واستمروا للنجاح في البرنامج التنفيذي مع كليات آيفي لإدارة الأعمال العام الماضي يواصل المجلس سلسلة البرامج التنفيذية في العام الحالي والذي يمثل تجربة تعليمية للمدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية الإسلامية تركز على تحزيز مهارات التحليل الاستراتيجي وتشكيل استراتيجيات العمل ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين لعرض وتحليل مفهوم المهارات القيادية التي غالبا ما تمثل السر الحقيقي لتحقيق المزيد من النمو طبعا يعتبر مشاهدين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين ويتبع المجلس العام لمنظمة التعاون الإسلامي ويمثل المجلس المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم ويهدف إلى تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الأهداف المشتركة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية والآن نستعرض إياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية حيث استمرت بورصة قطر بالتراجع لتكون الخاسر الوحيد بين الأسواق المالية هذا اليوم فيما سجلت السوق المالية السعودية أعلى ارتفاع بنسبة 2.9% لتغلق على 6796 نقطة مثل ما هو موضح مدعومة طبعا بنشاط أسهم قطاعات الإعلام والنشر والزراعة والصناعة الغذائية كما سجلت سوق دبي تحسنا في أدائها لتصل نسبة صعود تداولاتها إلى قرابة الـ 2% تليها سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع قرابة الـ 1% وبالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام في ختم تداولات اليوم عند مستوى 1187 نقطة بارتفاع نسبة 0.27% مقارنة بإقفاله يوم أمس وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين مليون وأربعمائة ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 275 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 40 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهم المتداولة 175 ألف دينار أي ما نسبته 64% من القيمة الإجمالية للتداول